تراكم ملفات الفساد في كل مفصل من مفصل الدولة ولا تكاد تجد موضع شبر إلا وقد تسلل إليه الفساد لكن أبرز ما يدفع على سطح هذا المستنقع ملف المنافذ الحدودية الذي يعاني منه العراق منذ 2003 بسبب سيطرة الميليشيات والأحزاب المتنفذة وضعف الدولة التي تقف هي الأخرى داعمة للمفسدين يمتلك العراق منافذ حدودية برية وبحرية على امتداد حدوده مع عدة دول فضلا عن منافذه الجوية المتمثلة بالمطارات تلك المنافذ أصبحت بوابة للبضائع الفاسدة والمهربة والأسلحة وغيرها لتدخل إلى بلد يفتقر إلى أدنى وسائل التدقيق والرقابة ثم يكتمل المشهد بجباية إيرادات البلد إلى جيوب الفاسدين رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم الذي زار بعض المنافذ في جولة استعراضية أعلامية باستعادة المنافذ اعترفها في ذات الوقت بوجود هدر للمال يقدر بمليارات الدولارات بسبب عدم سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية جراء وجود جماعات خارجة عن القانون تحاول السيطرة على الأموال على حد وصفه اللجنة العليا للمنثاق الوطني العراقي قالت أن تصريحات الكاظم حول السعادة المنافذ الحدودية من الميليشيات الموالية لإيران وهمية ومخادعة ومجرد وهم نعلمي وتدليس حكومي ولو كان صادقا لأغلق المنافذ غير الرسمية وفرض سيطرته على الحدود نواب في البرلمان الحالي قالوا أن معظم المنافذ الحدودية مشرعة أمام سطوة الأحزاب وتعمل دون أي رقابة حكومية ويسودها الفساد المالي والإداري الذي تسبب بخسائر جسيمة للعراق عبر إدخال البضائع المستوردة بطرق غير قانونية ومن مناشئ رديئة للغاية وتهريب للعملة الصعبة خارج البلاد وعلى حد وصف خلية الأزمة النيابية فقد أصبحت المنافذ الحدودية مرتعا للعصابات والتي تجني منها نحو 190 مليون دولار شهريا فضلا عن دخول المخدرات بسيارات تستخدم هويات الدولة بحسب النائب السابق حاكم الزاملين الهدر المالي في هذا القطاع يصل سنويا إلى نحو 8 مليارات دولار نهيك عن وجود منافذ غير رسمية بحسب موقع المونيتر الأمريكي على طول الحدود الشرقية للعراق تسيطر عليها ميليشيات ومسؤولون حكوميون الكم الهائل من ملفات الفساد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 لم يعد ممكن المتبعته باعتراف لجنة النزاهة النيابية نظرا لحجم الأموال المسروقة والمهدورة ترجمة نانسي قنقر